بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة أحببت أن أتأمل معكم اليوم سمكة حيرة العلماء هي آية من آيات الله تبارك وتعالى هذه سمكة صغيرة جدا أحبتي في الله انظروا إليها صممها الله بطريقة عجيبة ورائعة حقيقة لها عضلات مميزة عن بقية الأسماك كيف تقوم بعملها هذه السمكة هذه السمكة تقوم برسم دوائر فيها منخفضات ومرتفعات بمسافات متساوية قياسا لحجم هذه السمكة تعتبر هذه العملية عملية معقدة وصعبة جدا لأنه ليس معها قياس للمسافات لا تستطيع أن تقدر المسافات بالضبط الذي حير العلماء كيف تستطيع أن تصنع هذه الدوائر بمسافات تقريبا متساوية انظروا معي أيها الأحبة هذه السمكة طبعا هنا تبدأ بالحفر هذه الصورة في قاع البحر تبدأ بأن تنزل تحت الرمل ثم تصعد تنزل ثم تصعد حتى تشكل شكلا محددا إذا نظرت إليها تظن أنها تفعل هذا عشوائيا أو أنها تبحث عن شيء الحقيقة أنها تريد رسم منظر هذا هو تصوروا أيها الأحبة هذا هو المنظر الذي ترسمه هذه السمكة العجيبة انظروا إلى المسافات المتساوية هنا منخفضات ومرتفعات وقطر الدائرة الصحيح والاستدارة الصحيحة معلم أن حجمها صغير جدا طب كيف تمكنت من هذه القياسات الحقيقة شيء يحير شيء يحير والله أيها الأحبة لذلك أحبتي في الله مثل هذه الظاهرة تشهد على وجود خالق لهذه السمكة وليس عشوائيا طبعا السمكة من شدة حبها لبيوضها وأولادها تصنع لهم هذه الدائرة وتضع الأسماك في المركز البيوض تضعها في المركز لتفقس هذه الأسماك بعد فترة وكأن هذه الدائرة تحمي هذه البيوض لحماية هذه البيوض سبحان الله من الذي علم السمكة أولا أن تأخذ المسافات بدقة الثانية من علمها أن تصنع دوائر بهذا الشكل ثالثا كيف جاءت الرحمة عند هذه السمكة بصغارها أرادت أن تحميهم بمثل هذه الأشكال هذا الشكل أيها الأحبة أنا لما رأيته ظننته من صنع إنسان تبين أنه من صنع السمكة صغيرة السمكة صغيرة جدا هنا لا ترى على فكرة هذه الدوائر أكبر من حجم السمكة بكثير جدا من الذي علمها قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ثم هدى الله هو الذي أعطاها هذا الخلق وأعطاها هذا التصميم وهداها للقيام بهذا العمل هذا عمل نظنه عمل بشري فنان وأحيانا بعض الأسماك ربما تخاف من الأشكال التي قام بها البشر فقد تكون هذه الدوائر حماية لها وقد تكون هذه الدوائر أيضا أسلوب للتزاوج في عالم الأسماك يعني هناك كثير من الفرضيات الحقيقة ولكن الذي يهمنا نحن كيف تمكنت ولماذا من صنع هذه الأشكال الهندسية الرائعة والدقيقة وهي سمكة صغيرة نظنها لا تعقل علماء التطور يقولون أن الأسماك مخلوقات غبية لأنها خلقت أول قبل الحياة البرية يعني أكثر من خمسمائة مليون سنة طب خمسمائة مليون سنة هذه السمكة تقوم بهذا العمل ونقول عنها غبية ما لكم كيف تحكمون لذلك أيها الأحبة التفسير المنطقي الوحيد أنه ينبغي أن نقتنع ونستيقن أن هناك إلها خالقا بديعا حكيما مصمما لهذا الكون وهذه الكائنات خلقها لتكون آية لك أيها الملحد ودليلا على صدق كلام الله تبارك وتعالى الذي قال فتبارك الله أحسن الخالقين نسأل الله تعالى أن ينفع بهذه المعلومات من يشاء من عباده وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر